المدينة الشمالية 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 على مراحل الإنجاز المختلفة في كافة المشاريع الإسكانية قيد الإنشاء وعلى مراحل العمل في مشاريع الوحدات السكنية المشيدة من قبل شركة نسيج بموجب اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص اشتركوا في القناة وفي الواقع ما شاهدته اليوم من إنجاز في هذا الموقع المتميز من المدينة الشمالية يعكس اهتمام سيدي صاحب الجلالة وحكومة سيدي صاحب الجلالة بالاهتمام بالمشاريع الإسكانية وما يوجد اليوم حوالي 3000 وحدة سكانية تحت الإنشاء هو مقدمة لإنجاز إن شاء الله 15000 وحدة سكانية بهذا الموقع المتميز الذي سيكون متكامل من حيث الخدمات كاملة فهو سيكون متكامل من حيث وجود الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الأسواق وأيضا وجود الشواطع حول هذا الموقع المتميز سوف يعطيه ميزة بالطابع آخر كما أن هذا الموقع كما ذكر لكم الأخوان سوف يضم حوالي 90 ألف نسمة ب15 ألف وحدة سكانية أيضا ستنشأ جامعة في هذا الموقع هي الجامعة الأهلية فسيكون موقع متميز متكامل من جميع الخدمات طبعا نحن في طريقنا لتنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة بإنشاء 40 ألف وحدة سكانية بأسرع وقت ممكن هذا موقع أحد المواقع هناك مواقع أخرى عندنا موقع مدينة شرق الحد وعندنا شرق سترة أيضا الحد قطعت شوط كبير وهي تحت الإنشاء الآن سترة الآن كم دفان وسوف يبدأ العمل قريبا فيها بالإضافة إلى المواقع الأخرى التي قامت وزارة الإسكان ببناءها مشكورة وجهد كبير بذلته في بناء هذه المواقع في قلالي في البديع في المواقع القرى كلها مختلفة في الجنوب أيضا عندنا مدينة فالحمد لله المشاريع الإسكانية تحظى باهتمام كبير وإن شاء الله سوف ننجزها في البقت المحدد له